بسم الله هاي مرة الثالثة منجرب يبدو في مشاكل بالفيسبوك غيرنا ثلاث تليفونات غيرنا شبكات الانترنت فبس إذا سامعين صوتنا كويس خبرونا ومشان نحكي يعني فجربوا والله إذا فيه صوت كويس ولا لا نشوف مين أول واحد بحكي معنا يعني نغيرنا كل شيء ممكن إذا فيه هنسند يكون حضمة سيئة للأسف وحنضطر نستنى لعلم الفيسبوك حل مشكلة البن إنو هاي الخشخش اللي بسمعوها مش موجودة بأي سبب إلهم عندنا فلوقت ما يبلش يجي التعليقات هاي أول واحد يحكي لي روبرت تمام هلأ تمام شكرا يا أحمد يبدو المشكلة كانت من التطبيق أكثر لأنه لما غيرنا تطبيق الفيسبوك يبدو نحلت ممتاز شكرا كثير أول شي طمنتنا وقلت لنا الحكام جاهزين الحمد لله رب العالمين لاليوبا لانتو فريق مشهورين بالحكام الشيء الثاني قبل 2006 لما اليوفي كان يلعب مع ليفربول مع أرسينال مع الاندية الكبيرة بديك الفترة برشلونة هاي الاندية كان جمهور ليبي يدخل مش خالف المره هاي بتحس لما يلعب ليبي مع ريال مدريد مع بايا رمينيخ مع كذا أنه فيه خوف شوي تحس هذا الشيء ولا لا؟ الخوف كان موجود لفترة أعتقد لقبل سنتين لقبل أليجري من قبل أليجري كان لسه الفريق طالع من التخبطات وكان في عنده مرحلة ثقة يعني مرحلة انعدام ثقة فالفريق هلا بصراحة مع أليجري يعني حتى أليجري لو تشوف تصريحاته شوي بفوت المباراة مش خايف من المباراة ما بيحسس وذلك من تصريحاته ما هايش دخل بس مش مشكلة لا بس كمان انه ما بيحسك يعني انت بتفوت على المباراة ما مش خايف من الفريق الهداء أنا نايف انسيت شغل من كثر ما خربطنا بالبثة أنا معاي نايف الخطيب الشباب اللي دخلوا معنا هلا طبعا عضو رابط يومنتس بالإمارات هو واحد بشجع اليومنتس أكثر من الانيالي يعني ما يفعله من أهم الأسئلة اليو في بوكرة يابر مع اثنين ثلاثة واحد زي ما هم متوقع يوم الثلاثة مزبوط إن شاء الله مين تشرف انت أطراف؟ أنا مثلاً هبدي لعب أليكساندرو وراء أسامواء وبدي لعب كوادرادو وراء ألبس ولا كوادرادو وراء الشنشتينر لا هلا يبدو انه مانزوكتش راجع مانزوكتش إذا كان جاهز مانزوكتش وخضيرة إذا في مجال يلعبوا بنزلهم بدون تفكيس أنا هون خايف من شغلي مع ثلاثة أربعة ثلاثة برشلونة ومانزوكتش اللي قدام مشكلة في الرجع هينضبح تماماً الظاهير الأيسر في اليوفي ولا لا؟ لأنه يتحسروا خمسة عشر واحد برشلونة بيجمع عنده ممكن بس هو بصراحة عم بيستخدم مانزوكتش بدنياً أكتر من أي شيء تاني بس دفاعياً تبدو يعطي هذا السؤال بصراحة مانزوكتش خلال الموسم هذا إحنا كل ياتو شفناه أنه البني آدم عم بيقدم للفريق أكتر ما أكتر ما عم يعني ما شفنا حدا عم بيلعب بالطريقة هذي في ناس طلبوا الأسر بيقولك بدنا ننام أول شي سؤال الأول بعدين بنحكي عن الموضوع كيف ينضموا للرابطة باليوفي انتو سيبكم اليوفي حيهبط كمان سنة عشان التحكيم وهي فالمهم كيف ينضموا للرابطة باليوفي اللي بدي نضم للرابطة يجي على تجمع الرابطة بالنسبة لهذا الموسم انتهى التسجيل بس للموسم الجاي إن شاء الله من شهر 8 بلش التسجيل وتابعوا صفحة الرابطة وتاخدوا معلومات وأحضروا التجمع يوم الثلاثة إن شاء الله في واحد من الأسر المهمة اللي بتسألنا مين غايب عن اليوفي لأنه تعرف الناس بتتابعش دورة كيف هست الجمهور الإيطالي بعمل حاله فاهمان مثل قولك ساسولو امبولي المباراة العظيمة والعميقة وهي الأشياء في ناس يوم الثلاثة بحضر دورة الإيطالية بقولك موميل في ناس تعرفش غيابات اليومي هل فيه أي غيابات مهمة؟ ما أعتقد الغياب بسبب الإصابة هو بياتسا وأعتقد أنه وجوده وعدمه يمكن لسه ما أخذ فرصة وبعد يعني اللاعب لسه ما تأقلم صراحة عشان الواحد يحكي أنه محتاجين أو لا أليجري هزم ميلا هزم برشلونة بمونتاري وبشعراوي وهي الأشياء هلما معاه هذا العيبي أحسن فاز على الواحد 2-0 طبعا بعدين أتلقى أربعة أياما لكن تتوقع أنه هذا الشيء بساعد أليجري هل ممكن يقرر هذا الشيء يعيد هذا الشيء ولا لا أنا صراحة شايف أليجري مسيرته مع اليوفي ماشي بطريقة معينة أنه هو في عنده عم بيلعب على المباراة بكل مباراة بوقتها ما بعرف الآن ظروف ميلا وخسارته الأربع صفر هاي الكل بيحكي أنه فيه تدخلات البرلسكوني أليجري مع اليوفي ما في عنده ضغط من الإدارة تذكر أن يانج كان وصل القول من نص الملعب لحاله الزلمة ومشات العربة حارفه والله ما يشود كرة بين اللعب وقوائم لا بس هالأشياء مش موجودة يعني حتى الكل ملاحظ أنه طريقة تصريحات تصريحات أليجري الطريقة اللي هو بيصرح بيحكي مع الصحافة فيه أدب أكتر من قبل يعني هذا الأشي يمكن الإدارة يمكن شدينه أكتر يمكن كل فريق له طريقة معينة برستيج معين بتحرك على أساسه فيه اليوفي أخيني أحكي أسا نايمار برشلونة ميسي نايمار اليوفي ما عنده هذا الليفل الليفل ون ممكن ديباله ممكن يصير بهذا الليفل لكن ما عنده الولد اللي لحاله بيخلص مباراة يخلص بيجع باله كيف قال نايمار بأخر عشر دقائق في معسان جيرمن خلص قرر يعمل ريمونت هذا هكويين أرباط سعين هكويين هذا في بعض الأحيان هل اليوفي بيقدر يغلب برشلونة بدون هذا البطل الخارق؟ شوف بشكل عام اليوفي طول عمره فاز على رياله برشلونة بالفترات الماضية كانوا الفرق اللي بتحدوها اليوفي دائما أقوى منه بس اليوفي دائما لعب جماعي مش لعب فردي الفرق زي برشلونة وريال مدريد اللاعبين الفرديين بيبرز عندهم أكتر بس كان عند اليوفي ناس بيجب كرة تهبية يندفد يوما ما زيدان ما في اختلاف على الموضوع هذا بس دائما طريقة اللعب اليوفي اللعب المجموعة مش لعب الفرد حتى بتميز كان ندفد المجموعة بتكون بساعده أكتر تمام أنا في سؤال ناس بسألته كثير فبدي أحكي وجهة ناظري بعدين باخد جوابك بقولك شو الفرق بين اليوفي اللي خسر مع برشلونة 2015 واليوفي الحالي أنا بالنسبة اليوفي 2015 أحسن جودة بس أقل تكتيك أقل تنظيم أقل عمل جماعي من الحالي لنفسه مع الليجري نفسه هلا بتحسوا مجموعة أكتر ثانيا برشلونة 2015 أقل من برشلونة 2017 فهذا الشي اللي بيخلينا شوي في أمر هاي فيه شغلة وشغلة ثانية بصراحة الليجري كان بالمباراة نهائية كان خايف وهذا الاشي انعكس على اللاعبين احنا شفنا ضل الفريق لتقريبا دقيقة 60 كان فريق خايف فتير بعدين بس أخذ ثقة الفريق تحرك وللأسف يعني الكل أعدم بيحكي على موضوع البنالتي تاع بوكبا أنا نقطة انه اليوفي كان سيئ بالتعامل مع البنالتي لو كان سواء كان صح أو غلط برشلونة لعبوا بطريقة ممتازة اللي هم يلعبوا على صفارة الحكم وهذا اللي انت لازم تسويه بمباراة نهائية خبرة بالزط برشلونة واحد من أفرق من أحسن الفرق اللي بيلعب على صفارة الحكم خلاص لما الحكم يصفر بيركد عليه على الحكم بينافذ الحكم بيعمل هاي القصص وهذه شغلة صراحة تحسب له يعني أكتر ما تحسب عليه طبعا تمام حيكون معنا محمد حرب أيضا برشلونة جدا بس بحكي ماردونا 형ANG بحكي ماردونا أحسن من ميسي نا بحكي ماردونا أحسن من Milli man lira طيب جدا يشي ثاني دانيل jeszcze كولل البس دانيل الألبس لا انا بصراه بالنسبة لي رفdern وانه واحد يعطيكうجميا crushing واني اعتديك دفاعيا وانا يريدك اربع ثاني ثاته احد ساندرو والألبس في الجنيحة options السنفس ومانزو قيتش لا أنا بدي لكستاينر وراء وقدامي يكون ألفس لأنه ألفس هجوميا كتير ممتاز ودفاعيا ما رح يرجع ما رح يكون عنده رجعات اللي بيرجعها لكستاينر لكستاينر للأسف عرضياته خلص خلص مستواك كبر وابقدر لا بس حتى من أول أيامه مع اليوفي هو ملتزم تكتيكيا ملتزم دفاعيا أول يجاب جول يا زرق جاب جول بس يعني شوف دي حمام ما بنسى أكيد مباراة الملعب أول مباراة بالملعب بس كمان بنفس الوقت لكستاينر للأسف عرضياته سيئة هجوميا ما بيفيدك زي ما بيفيدك دفاعيا فهم الكمبنيشن تاعهم رح يكون اليوفي يحتاجه هلا الفوز تاع ملقة الفوز تاع ملقة باشرونة أنا صراحة بقدر ما إمي شوفته ممكن يكون إيجابي بس بخوف إنه لقيت اليوفي يصدقوا حالهم كمان شوية يعني يطلع نظرية إنه ملقة عملوها وليش احنا ما نعملها وطرف هاي المظريات اللي بيتوقع الخليل بالورطة حاليا ما أعتقد اليوفي عنده هاي الفكرة شوف اليوفي أنا شايفه من أول الموسم عم بيحضر ذهنيا إنه لدور الأبطال تصريحات إنه أنا جاي دانيل ألفش بنعطيه حاكوا إحنا جايين نربح الأبطال بالفترة الماضية صارت مشكلة بونوتشي لما طلع اعتزر طلع عم بحكي إنه إحنا عم نلعب على ثلاث بطولات فالفريق نفسيا مهيئ إنه هو عم يلعب على ثلاث بطولات هاي شغلة إحنا ما شفناها بالفترة الماضية صحيح فأعتقد نفسيا فريق كويس دفاعيا قبل قولين هلأ هجوميا اليوفي أكيد ما بيتقارن ببرشلونا بس يعني أنت بدك بالآخر تفوز بفرق هدف وممكن الواحد صفر لليوفي وتعادل تكون إيجابية هل تتوقع اليوفي يلعب ميد لميد ولا يسكرها ويلعب زي أليجري مع برشلونا في الماضي يعني دفاع كثير خاصة مبارا بتورينو يعني بنتكرم عن رقم قياسي مرعب بتورينو عم بصير حاليا يعني الصلاة المبتالية هل تتوقع يوفي حيدافع كثير؟ والله أنا صراحة توقعاتي إنه أليجري رح يحاول يعني أنا بتمنى بتمنى إنه أليجري يلعب على موضوع نيمار نيمار بالذات ممكن ياخد كرت أصفر بسرعة إذا بتقدر تنرفيزه شوي تقدر تاخد كرت أصفر بسرعة تحرمه من المباراة الجاي وهي شغلة كثير بتفيدك إنه تحرم واحد زي نيمار بتخفف عنك مش ضروري إنه تكون حلتلك أزمة بس بتخفف عنك ففي نوقات معينة أتمنى من أليجري إنه يركز عليها في لعبين ثلاثة ممكن يغيبوا مباراة الإياب هاي كمان بستفيد منها بس أليجري رح يكون حذر أليجري بشكل عام هو حذر يعني يجري بجاتر مع كيابه يعني فين كون صارحين المباراة لا هو بيرعب البني آذر هو تصريحه حكاه أكتر من مرة أنا بلعب على النتيجة اللي بدي يشوف يستمتع يروح يهضر سيرك وهو هاي اللي التصريح صار حكيه أكتر من مرة وكل فترة برجع وبعدوه هو بحكي لبدي يستمتع هذا بكرة بكرة موضوع مهم باليومنتوس واحد يقول لك اليومنتوس نفوز بالسكودندو للأبد معقول إن شاء الله ليش لأ أنا بتمنى عشر وخمستاشر سنة واحد صاحبنا بدي ويقول لك نشوف النجمة الرابعة وبعدين يدبرو حالا اه في طبعا ناس الشعب أصدقاء في المغرب عم بيسألونا على البن عطية شو رأيك لو لعب يوم بكرة يعني بأربع مدافعين حالا بن عطية بصراحة يعني هو حاليا أقل أقل واحد بالمدافعين الموجودين يعني حتى روغاني أقل من روغاني بالموسم الحالي مش عم بحكي إنه هو كاكوليتي إنه هو لعب سيئ بس حاليا لسا عبين ما ينسجم مع الفريق بن عطية احنا شوفنا مع روما عمل أحسن مع باني ميونخ يمكن ما تأقلم مع التشكيلة بأول الموسم مع اليوفي لعب له أكمل مباراة كويسة بعدين انصاب بعده ما رجع فول فتنس نتوقع الأربع مدافعين أنا مشكلة مع أربع مدافعين اليوفي إنه كيليني أمرات بنسح ويكون قاعد فكر بمدرسة تخرج والله هذا كويس طيب فعليا أنا كيليني بغض النظر عن اللي قرينتا اللي بيعطيها تحسش إنه مدافع مثالي لا هو مش مدافع مثالي ممكن تفلت من وراه كرة ممكن تفلت من فوقه كرة وفي هاي كرة تمس اللي بتيجي من ورا الدنيا بتعرفها اللي بتيجي في مفاجأة بيعطيه سلايد بياخد كرت أحمر بيطلع طب أنا هذا اللي خايف منه بالأربع مدافعين صراحة إعني أيام الهcht 7s هكونو مطمئنين يعني أيام الخمس سيأت الم unintended يغطي الأمور�데 هذا ببرزاق لي، خلوق البنوطش بيعطي الشيارية بينوطش يغطي خلوق البنوطش بغطيه بعض الآن الأربع الخوفيتني صراحة انا صراحة انا واحد من الناس اللي بخاف من كيليني انا بشوف انا يعني في مستير تيجي بدكوره حتى بالدوري انا بشوف انه كيليني شوية الحظ ساعد وقلة اللاعبين الاسامي الكبيرة ساعدت انه هو يبرز والكال تشوف ولي وهالقصص كلها كان لها دور بس انت شاهد ان الاربع مش خطيرة ضد برشلولا اربع مدافعين هو راح يرعب على يعني هلأ التشكيلة هاي اللي ماشي معه احد تعب باول موسم والكل امتقد ويلعب خمسة ويلعب بسبعة ويلعب بتسعة الاربع اثنين ثلاثة واحد هي يعني الانسب اللي عملها واكتر اقنام بس مش اتباعه بيطاليا تمام بش اتباعه بيطاليا لانه الكل ينزل علي و يخايف منه او الكل نازل بدي يخسر و يحكي حكام و ريح راسه تمام صراحة بس شوفنا نابولي لما لعب كرة سريعة او لعب كرة ورا الوسط في ايه مصد القول كثير مش شايف انت انه مشكلة شوف انا مش خايف شوف مبارتين تعون نابولي لهم ظروف استثنائية غير انه انت راجع من الانترناشنل بريك و هكوين و الضغط وبصراحة كان مبين انه اليقري بالثلاث مباريات الماضية من بينهم التنتين تعون نابولي و كييفو الهدف الرئيسي انه ما حدا ينصاب احنا عم منجهز حالنا مباراة برشلونة هو فعليا اليقري ذكية لو تقي غلب برشلونة بيكون اليقري بعشر مباريات بعشر ايام ضمن ضلو الصدارة بنفس الفارق نهائي كأس و بكون تخلص من برشلونة الذهاب و حتى النتيجتين تعون نابولي بملعب نابولي بالدوري لإيطالي على الاقل هي غير فكان التعادل مكان سيء بالذهاب بالدوري و بالكأس كانت كويسة عجبني سؤال بيقول لك اليوفي بيقدر يطلع في شباك النظيف تعرف هاي مع برشلونة كثير مهمة إذا بسرع برشلونة بدك قول هلأ شوف يعني احنا شوفنا مباراة برشلونة برشلونة جدا سيبة هذيك المباراة بس بصراحة كان برشلونة جدا سيبة هذيك المباراة بس بل يوفي مش حيكون بسوق سان جيرمان بكاملونة بالضبط هلأ يعني فيه فرص راح تكون موجودة أنا بصراحة أستصعب أستصعب انه مباراة الذهاب تنتهي بكلينشيت هلأ انت بتتكي انه مانزوكتش بدكاء يلعب في ناس بسألونا إجابة لسلبي أنا صراحة ما زلت مصر وجود ما انزوكتش من الدقيقة أولا تخوفني خوفني جدا دفاعيا إذا خاصة الريو بدي دافع إذا الريو بدي رجع على وراءة يومي المفروض انه بصراحة على ملعبك انت انت عام تلعب دفاع يعني هلأ الريو في وصل للمرحلة اللي صار يحكي أنه احنا من نفس الكبار اذا انت فعلا بديك تنافس الكبار كما انت عام تحكي انت ما بتفوت على ملعبك عام تدافع انت بتلعب بتفوت على ملعبك فلما أنت تكون بمباراة الذهب عام النتيجة هاي هي مباراة الذهب فوت هاجم إلعب على الفرص اللي عندك لأنه هاي فرصتك وملعبك ملعب برشلونة مش مش الملعب اللي تطلع منه بجيب تعادل وأرجع ناس بسعر عن مستوى هكواين حتى الآن مع اليوبي شو رأيك فيه بعد التسعين مليون يعني كان نشتري بوقبا كان معنا سفات شوف هلأ أرقام هكواين بصراحة ممتازة هلأ هو ما في اختلاف إنه الرقم اللي اندفع فيه رقم كتير كبير بالنسبة لعمره بلا بغض النظر عمره أو قيمته حتى يعني هو مش قيمة يعني أنا بشوف خمسين مليون كانت تكون معقولة بس هو الأسلوب والطريقة كسر نابولي هلأ كسر نابولي وكسر الخصوم بالدوري الإيطالي من عشرة قدش شايف هكواين تعطيه سبعة تمنيين حالياً بعطيه تسعة تعطيه تسعة تسعة واحد وعشرين قول بالدوري جايل ما في مهاجم باليوفي جابها من فترة يعني من أيام ترزقيك فبالأرقام انت شايف إنه هكواين عامل اللي عليك عامل شغل كويس بس تشغل بيتحرك ما فيه الكفاية خاصة إنه يعني بيتحرك لأ هو بيتحرك بس أنا بصراحة يعني بتمنى إنه بدور الأبطال يدخل أكتر هو بدور الأبطال هلأ عدل الأوروبية سيدة ثلاثة قوال وبالكأس مدخل ثلاثة قوال اثنين منهم بنابولي يعني بقول لك احتواء ميسي وإذا كان ميسي في يومه ما فيش حدا بيحتوي ميسي لو ميسي في يومه ميسي في يومه صلي وتوكل حين نتفل يعني صح؟ حتى هاي كلام كلين يعني أنت تصلي أنا هاي بزط خلص تدعي إنه يتفركش بحاله سامي خضيره سامي خضيره للعلم هو اللي سجل هدف الأول لريام مدريد في مباراة الكامب نوس الشهيرة لفاس كامورين اثنين واحد جاب الدوري فتتوقع سامي خضيره له دور لأنه يعرف برشلونة تعود مش خائف مش بس هيك بس سامي خضيره واحد صراحة من أهم اللاعبين عند أليقري ستباد منه جدا أليقري مش بس استفاد منه أليقري اعتمد عليه بطريقة ممتازة سامي خضيره إذا جاهز مستحيل يعد احتياط طبعا مستحيل إلا لو هو قرر إنه بدي يريح للمباراة ثانية أنا بشجع ألمانيا صراحة بالنسبة لي سامي خضيره اليوفنتس ممتاز اللي هو الرجل اللي بربو تخطوط ويتحرك ويدافع ويهاجم ويتحسه موجود ويساعدك ويركز أحسن مكان بصراحة واحدة من الصفقات الجدا ممتازة اللي عملوها اليوفي زائد إنه مجانية بتصير كمان الفاليوتاها أعلى طبعا اللي سألوا عن اليوفنتس نتيجة كبيرة أتوقع اليوفي مفكرش بالنتيجة كبيرة مبدئيا لا صعب صعب هلا إذا صار عندك بالمباراة مفاجآت ولعبوا عليها أكيد ولكن أنا بصراحة بشوف أنه يعني ما أحد يطمع باثنين وثلاثة وأربعة يمكن يمكن اثنين فيه واحد بيقول لك أنت يوفي محروق مالله محروق ما فيش حالة نرجع هل اليوفي بلعب بالضغط؟ هل يلعب بالضغط العالي ولا لا؟ هل يلعب اليوفي تتوقع اليوفي يضغط زي ما عمل الفرق اللي بتلعب مع برشلوني لما خاصلو برشلوني عب أربعة ثلاث ثلاثة أي حدى بيضغطو برشلوني بعاني كثير بصعود الكل هل توقع اليجري هيلعب زي ما يلعب مع بايرون بشوت الأول بالالياز أرينا ينضحهم يطلعوا بالكرة ويضحي بدنيا بهاي الدرجة؟ هل الفريق قادر يلعب سعين دقيقة بهاي التضحية؟ التضحية ما أتوقع صراحة بالمباراة على الأقل مش بمباراة الذهب أنا أتوقع أنه بالذهب يكون يعني بدو يلعب على الفرص اللي موجودة عنده شوي التحفظ اليجري بشكل عام هو المدرب اللي بيفوت مشان ما يخسر مش هو المدرب اللي بيفوت عشان يفوز يعني أنت بتلاقي فيه مدربين مستعد أنه يقلب لك المباراة أنا من الأول بدي أضغط أعمل هاي القصص احنا ما شفنا هالشغل مع اليجري في ناس تسألك كمان سؤال مهمب وخلين نحكي فيها أنا وياك مركزي ولا بيانيج من نسبة ليبيانيج صنع ما فيه ما فيه ما فيه الطليانة اليوفي لا خلينا خلي الطليانة على جنب هذي معلش لما يكون في عندك كواليتي أعلى يعني ما اليوفي لعب كان في عنده بفترة من فترات لعبين سوبر ستارز أجانب طبعا نعم بس فيكم طبعا أنتوا جمهير اليوفي أي حدا إيطالي بمرق أسطورة بسرعة بدون نذكر أسمائي ليش؟ جيوبين كنت شوي وعملتوا أسطورة يعني بس مش مهم ضحك علينا آه طيب يعني تمام بس المهم ضحك علينا كلنا بلزرتي أي حدا إيطالي بمرق من اليوفي بسرعة بكبر لا بلزرتي ما نفخنا يعني نفخته مع كابلو المهم المهم بس يعني بيانيج ولا ماركيزيو لا بيانيج بيانيج بيختار أبكونا ليش دلع بس مش متعود على هالطريقة بصراحة لاعب زي بيانيج كان في وراه ناينجولان اللاعب اللي ما أحده بحبه بس لعيب ممتاز بسكر له ظهره حميله ظهره وبيانيج بيلعب براحة هلا هو عم بيلعب مع اليوفي ما في حدا بيحميله ظهره فلتعود على الأسلوب لتعود على الأسلوب هذا قدر شوي شوي يتحرك ويتغير طبعا الآن اللي بيسأل عن برشلونا حيكون في بعض قليل عن أسئلة برشلونا ديباله طبعا هيلعب جاهز مية فرمية وشوفناها مع كيب وقدم المحات المهمة والصنع يعني مهما كان بظل ديباله هاي مباراة عمره صراحة بالنسبة لي يعني لو قدر يهزم برشلونا اعتقد خلص ضمن بيعته في 2018 مش بالضرورة البيعة هلا 20 مليون يورو يعني المنتار التعتليوفي شوي عم تتغير اعتقد انه ديباله شوي قاعد نطول شوي الانجارد بيأخذ ضعفه يعني كدهش تحظ مع عجلة تكتب ما بعرف هلا ما الظروف تتغير يعني هلا اشوف اليوفي ما كان حدا من توقع يدفعوا 90 مليون بلاعب حتى لو اجدتهم 90 مليون عارف كيف وهلا اليجاعات عم تحكي انه اليوفي احتمال كمان يحط له 60-70 مليون بلاعب تاني او يمكن يحطوا لهم يعدوا مرحلة 100 مليون على لاعبين هاي المنتاريتي ما كنا عم نشوفها مع اليوفي صارت لابد بشان رفع الجودة بس بالرواتب اليوفي ما بيقدر يدفع عشرين مليون نسألت ديبالا والحفاب علي بس يعني ما هو العشرين مليون يعني هلا ديبالا رح يمددونه عقده في تمديد رح يتم ستة ولا سبعة سبعة رح يصير زي هاي كمان يعني انت بصر سبعة بدك تطلب عشرين اشيو منهم بس مليوناتت بيعطيه عشرين ما هذا السؤال مندعينهم حياهم 150 وتفطي بقول لك سان جيرمان هل فعليا هاي مهمة بالنسبة لي الريمونتادا اللي عملها برشلونة مع سان جيرمان اعتقد درس مهم لليوفي يعني درس مهم لليوفي انه لا كل فرق قلت القدم مش بس لليوفي يعني بصراحة خاص طلع برشلونة برشلونة طلع كل شيء بشعرته شوف بصراحة برشلونة انا ما بدي اقلل من الريمونتادا انه فعلا هم عملوا اشي والجمهور حقهم انه يبسط فيها معني انا عتويتر ما قلت مستحيل قبل قلت لي انت لأ وقلت في رجل بدين جزاء وظلطت معك قلت لك قلت لك وعطت ضحك علي بس شوف برشلونة لعب يعني ظلوا متمسك بالامل وهي شغلة بتسير بكرت الخدم احنا شفناها بظرف ثواني اخدوا بانشيسر رينايتو البطولة ثواني مش دقائق صراحة باريسن جيرمان استهان استهان بالمباراة بس تتوقع اليوبي يعني في امل انه يمتني تتوقع اليوبي لو تطلع بنتيجة كبيرة بكرة احتيت ثلاث سفر معناه صعب يعني هل في امل انه برشلونة يرجع معاه هذا السؤال والله اذا اليوبي ما بده يتعلم من الدرس هذا ما بيستهل يتأهل لانه يعني صراحة نتيجة تأهل باريسن جيرمان انت رفزت بمباراة الذهب اربع سفر كانت جدا مريحة تيجي تخسر ستة واحد فضيحة هادم في سؤال كمان هادس من اسأله والله من اسئلة انه دائما تقل بالي الآن خط وسط برشلونة بطل خط وسط برشلونة اعزمان اللي يدخل يمسك الكرة لو مع من مليعب معادي يقعد وراء ويستنى يعني ربنا يرزقوا الى 90 دقيقية يخلصوا الآن خط وسط برشلونة عاديين راكيتيتش غوميز مثلا حتى جمهور برشلونة بيسبب عليه اكثر من يسبب على المدريديين الحمد لله انا بشكر برشلونة اشتروه كان اليوبي اليوبي كانوا عن بيحكوا بديم يشتروه يعني هاي الاسماء راكيتيتش غوميز حتى ان يستمع تقدم بالعمر ولا يعقله الاقل تحسن ان اليوبي عنده فرصة ذهبية يبين ضد برشلونة بسك المباراة شغلة برشلونة انه الاسامي اقل معلش الاسامي بشكل عام كلها قلت يعني احنا مش عم منشوف لاعبين سوبرستارز زي قبل فترة احنا بفترة كنا شايفين تشافي بيرلو بانجلترا عندك لامفارد جيراغ عندك عم تحكي لك عشرين تلاتين اربعين اسم موجودين انت هلا عدلك خمسة سوبرستارز بصراحة يعني اذا كل فريد يمسك له بلاعب سوبرستار مش عم تقدر الواحد يفلت اللاعبين في واحد انا ناس بيسأل عن كوادرادو صراحة انا ما زلك مؤمن ان كوادرادو مهم في هذا اللقاء مهم جدا شوف هو لاعب برشلونة ان تتذكر قبل ان ينفردينه ثانيا اللاعب عنده عنده روح كبير من المركة كبيرة شوف هو لاعب انتمل بصراحة اسرع ما تكون متوقع انا بالنسبة لي فيه ناس بتختلف معي انا بشوفوا لاعب احتياط احسن من ما هو لاعب اساسي لانه اللاعب بصراحة سريع تنزله احتياط بيكون الفريق الثاني تعبان بفيدك بطرق بطرق انا بالنسبة لي فيه مباريات شوفت هذا الموسم لما ينزل احتياط عمل احسن من لما لاعب اساسي هلا اكيد فيه مباريات لعب فيها كويس ما بقلل فيها انا بس خلينا برجع الاسر لانه فيه ناس بسألونا اسر شكرا راحت عليهم الفيس ولا ليشنشتاينر انت حكيت لاثنين مع بعض انا بتمنى هلا غالبا غالبا يمكن يحط الفيس ورا ويحط قدامه كوادرادو انا بتمنى صراحة الحل الاخر بتمنى انه الفيس وكوادرادو بالنسبة للسؤال الثاني هل الي يوبي فعليا فعليا يوبي مثلا لو تقدم عليه برشلونة لو بكرا باول عشر ديالي زي ما الانتر عمل في برشلونة برشلونة عمل بالانتر لما بلعب ما بعض في ايطاليا الهدف الاول ايجا من الانت برشلونة بعدين اجا الرد اجا ثلاثة واحد وكان موك تلقى خمسة مانس احنا الموسم ماضي اليوبي تأخر على ملعب اثنين صفر وعاد قدام بايروميلو بس هذا لانه كميش صنع قول كميخ؟ يعني اعطاهم قول اعطاهم صراحي بس كمان مهو انت في عندك اكتر من شغل صارت بالمباراة يعني هلا انا ما بدي ارجع المباراة اقول لك صار في اغلاط فاولو ما فاولو صار في كوم اغلاط بس بايرين دبح يوفنتو الستين دقيقة في ارضه اه ويوفي رد عليه بعشده وبي ارضه في الالي الزارينا يوفي دبحوا الشوت بس السؤال هلا لو برشلونة تقدم برشلونة بذان اللي معانه ميسيو معانا ايمارو معاس وريزو بلعب مرتدات ممتازة تلقى هدفين عمل برشلونة المرتدات تتوقع اليوبي هذا بقدراته الحالية بيقدر يعمل ردة فعلي ويجب تعادل ويحمي ظهره انا بشوف صراحة دفاع برشلونة شوي اقل من من الاشي اللي يقدر يحافظ على نظافة شباكة هلا كل شيء ممكن بس برشلونة بشكل عام مهزوز من وراه وبيكي اكيد مش باحسن ايامه يعني هو افضل لاعب عنده مورا بس مش باحسن ايامه فيه وحد بيقولي انريكي هيألف مرش ديدي واليوبي يفوز الشباب تتمنى والله انا بتمنى التأليف لانريكي انا بتمنى انه انريكي يريح اللاعب للدوري زي ما حكى لاليجري مبارا حكاله قبل المباراة انه ريح تلعبين للدوري متلعبوه مش مباراة هل فلسفة تنصر اليوبي وفلسفة غير الصبر انا صراحة اكثر مدرر بشوفه صبوري ممكن لدقية 90 وصل 7 اكتبر وفوز هو بياخد راحته كثير انا اليجري حكيت عنه من قبل معك مااخد راحته بيجرب وكل ايطاليا تنتقد وكل ايطاليا تسبه الجمهور والحكام والجمهور والصحافة وهالقصص وهو ما عنده مشكلة عادة بيجرب احنا كويسين موسم الماضي كان اليوفي مكس 18 وبلشو لنا لالي تهبيط اليوفي جماهير ميلان واخر شي شبه اخد راحته وزبط حاله ومشي يقول لك اليجري مول موبي اليجري مش مورينيو ولا اليوفي الانتر تاع 2010 مش ضروري ولا برشلونة 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 احنا كجمهور اليوفي نرفض ان نشبه بالانتر هذا اول اشي ولا برشلونة برشلونة 2010 كل اشي اختلف حتى جودة اللاعبين جودة المدربين من كم من سنة كنت بتحكي على 20-30 اسم مدربة انت هلا تحكي على 4-5 اسامي فقط لغير في واحد يتحكي انه بياناتش يلعب كوسط ووسط هجوم يلعب ديبالا طرف اعتقد مش وقت تخلي فرس مش وقت فتح يعني ديبالا صاب لفترة عم يلعب وراه واعتقد انه رح يلتزم بالمكان ويبدو احنا من المباراة كيف وشوفناهم بارح كيف لعبهم مع بعض فما رح يصير ما رح يتغير شيء لا لا ما اعتقد انه يكون مفاجئة ما اعتقد انه رح يكون فيه مفاجئة بالتاك تيك هل توقع انه رح يكون فيه مفاجئة بالتاك تيك هل سيلعب اه طبعا اكيد سيلعب للفوز بكرة مش هيقول لك فلسفة اه اكيد كل الفري رح يحاول قدر الامكان انه ما طيب احنا هنأخذ الى اخر خمس اسئلة ان شاء الله سواريس توقع توقع كيليني برا فيم سواريس او خدع سواريس انسى العضة كيليني بدنيا لعب ممتاز بصراحة بس كيفات سواريس و خدع سواريس بدنيا هو يعطي كتك من هون هذه قصص كيليني بصراحة بارشلونة يعني اذا دربت لعب من العيدته الثلاثة اللي قدام بصير عزة في الملعب صراحة هذا تكتيك هم يعني نشوف كيليني كيف يدخل يتعامل مع الموضوع في ناس بيقول لك يوفينتوس حيفوز ثلاثة واحد برشلونة أسف حيفوز ثلاثة واحد بيش من السؤال يعني الاستحواذ طبعا بيسألوني عن الاستحواذ برشلونة حيستحوذ يستحوذوا مهم يخسروا بالآخر طيب طريقة لعب برشلونة واللاعبين اللي عندهم اكيد رح حاول يضغطوا اشي الطبيعي اللي بسويه برشلونة بآخر عشر سنين يعني سؤال حلو عجبني من أحمد تقول لك لو عندك لاعب في يوفي لازم يبدلش من براي عمي فيه لاعب نحطوا بعدين الخطة من هو بالنسبة لك؟ بالنسبة لي ولو بالنسبة للأليجري بالنسبة للأليجري الخضيرة الخضيرة بيحط الخضيرة وبعدين ببلش يشوف اللاعبين التانية وبعد الخضيرة بيحط مانزكتش بالنسبة لي بكرا بنوتشي تتوقع اليوفي يرجع مرات سؤال طبعا سوق انتقالات ولكن لا اعتقدش ان مرات سيرجع لهم بعد بكير بده مفاجأة وامه تدعيله يرجع لنا الكرات الساقطة خلف المدافعين يعني خاصة حتى برشلونة بيعاني منها الكرة خلف الدفاع توقح جواين بيقدر يلعب دفاع برشلونة بس لو انفرد مش يعمل زي نهاية 2014 لا هلا بطل مع هو مش عم بالعظلة مع مسي انا عندي هيك خيال اتخيل له مسي اللي غلط ومرر الكرة برغلط لهجوانه هجوان جابها زي كيف تون كروس مرر هجوان ضياحة بس انه شو دي عمل مسي فيه يعني بعين الله لا هلا هو شوف يعني كل جمهور برشلونة بالذات او جمهور مسي بيحكوا انه هجوين جلط مسي وشكل ان شاء الله رح يكمل جلطه طيب تتوقع دفاع اليوفي هلأ قلت لك دفاع برشلونة بندربي سهولة ببهره وشفناه حتى مع ملقة بندربي ببهره بشكل عام بمضرب بيظهره بالفرات العالية الطويلة باقي الاشياء او لا والدفاع ذاكي بيعرفي تمركز يعني هاي كرات مسي والاشياء اللي بتصير ممكن تكون تماشي عليه تمشي عليهم بدا بدا يعني بصراحة مسي انت ما بتعرف اللقطات اللي بتطلع منه بصراحة ما في اش الواحد بقدار يتنبأ فيه وهو مشكلة برشلونة تضغط كل ياته بس يطلع كل ياته مع بعض بجيبو لك سمة البدن طيب الاخر سؤال وهذا مهم كيف اللي يوبي ممكن يوقف البرشلونة انا هحكي للناس الشغلة بس في توقع برشلونة يوبي عنده قدرة يوقف التلاتي تاع برشلونة شوف لازم يعني اذا بده يفكر على انه بس بده يوقف الثلاث لعبين هذولا اعترض انه اللي قرار رح يقصر لازم يقصر فيهم زي راكيتش لما دخل بالضبط انت انت ركزت على جهة مواقعة على ثلاث لعبين معينة معينين وضيعت لاعب ايجاك من ورا ايجاك قول من حيث لا تدري عرفت كيف غلطة وكان الشاب ماخد راحته كثير بس لو لاحظت مع نابولي يوبي نعب شكل دفاع غريب لما كان يضغط على الاطراف بربعياته كانت تلقى ثلاثة عن طرفه شكل حلو انا عجبني صراحة الرسمي كانت حلو للدفاع تلقى مربع دفاع على اليمين مربع دفاع على شمال فلاحظتها نيمار ضده ثلاثة لانه نمار بدك ثلاثة انا بخاف من نيمار انا بخاف من نيمار او من ميسي صحيح انا بتمنى نيمار صراحة يجعل يوفي ويمكن ما في ناس تتفامعي بس بجيبه انا مغمض انا بخاف انا بخاف انا اعمل اليوم لك الثلاثة اخذني احلم من ميسي انا خايف من نيمار صراحة هو الاكتر واحد بهدلنا بالنهاية اخر سؤال توقعتك لنتيجة اه اتوقع اثنين واحد صراحة لمن؟ لليوفي انا بتوقع اثنين واحد وبالقياب تعاضل ومتأهل فقط اهل بتأهل بس رح يكون شوية تسمى اعمل اميل انه اليوم ممكن يفوز بفارق جول كمان ممكن واحد صفر احسن شي واحد صفر هو صراحة اه واحد بيقول لك اليوم بيبطيء واحد بيسب عليه استنى شوية 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 بسب انت شو الحين عليك ولا علينا عشان نعرف هذا بيسب عليك مش مشكلة شكرا شكرا لكثير نعلم طبعا بالعكس يعني نعتزل فيك صديقنا معنا وان شاء الله بعد قليل نكون مع محمد حرب ونتكلم عن برشلونة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا شكرا